اشتركوا في القناة اهلا فيك انا دوتوتون كنت حب الفان يعني على طول كنت ارسوم وجول بيكون امرات الجو تبع البيت بيوجهوك على البريكولاج الاساس الارتستيك وحبيت ان اتخصص بالهندسة المعمرية لانه بالنتيجة كله فان نفس تابعين لبعضون حتى جابري ديكور الانيفرسيتي نفس اكتشفت زيادة اديه عند موهبة بالرسم ولانه اي مام افتو تفضيت اكتر وقفت الهندسة ما عم بشتغيل بقى تفضيت اكتر لعيلتي وصرت تحس انه الار هو تقدر يتعمل عندي فول مان بتفشي خلقك بينقلك العالم تاني بتعبري عن كل الاموشنز يلي جواتيك وبيغنيك عن قصص يمكن عن تعصيب عن زعل خصوصي بهذا الزرق يعني اليوم نحنا نيكول عم نمرق بظروف فيها كتير موضوعا جد بهم وبيفيد بهذا الشيء كتير لانه بتعبري يعني هو بتعبري بطريقة حلوة بتستعمل الألوان الألوان هي بحاد زيتها بتنقلك العالم تاني أنا كتير بحبك من الميوزيك دونك ما بشتغل بلا موسيقى بحب كتير الطبيعة كله يعني 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 الاغ هو ستمود بتحسي بيشبهك أكتر بخليك تشوفي جمال الدني وببعدك عن السوداء ونحنا عم نشوف رح نبلش نشوف شوي الرسومات اللي حضرتين هون بالستوديو أيضا ألوان باستيل جمالا يعني ما فيها الألوان الصارخة بس فيه ألوان وهون عم نشوف المرأة بهالطابلو هيدا تبع بيروت حبيت لوكاتخوت عملنا أوكشن على هيدا اللوحة ورح يروح رايعة لعيلة درارو طفلين ولدين بلوتو أمون بعد الهلأ بالكومان ويالي اشترى اللوحة هو شخص لبناني كمين تضرر هو وعيلته وهلأ بس يجعى لبنان من قبغص سيسلمون المبلغ ويستلم اللوحة هيدا هي اللوحة اللي عم بتفرج السيدة متضررة هي بتبين بيروت وعندها تشوه على ميلم نوجه بيبين التشوه اللي صار من وراء انفجار المرفق اللي هو جريمة بحق الأنسانية بس بنفس الوقت عم بتجرب من الطيف الأبيض هو الطيف تبع الشهداء عم بتجرب يرجع يخليها تعلى لأنه بيروت بتحسيها ومثل الأرزة قد ما أجعلها عواصف بتنحني بس ما بتنكسر حبيت أنه خلي شوية بوزيتيفتي بل هلأ عم نشوف التفاصيل يعني بيروت اللي مبيني بقلب هالشخصية هيدا يلي يعني بس اللي بدي أقوله أنه اليوم طبعا فيه لون الدم بس فيه هاللون الأزرق واللون الأصفر الفاتح ومثل ما قلت الطيف الأبيض أدب بيعطونا عن جد هيك هداوة وإيجابية كمان مجبورين يعني إذا بدنا ندل بالبلد وبدنا نحسن مجبورين ندل لعنا أمل ببقرة يعني رغم الألم الموجود ما لازم ننكسر لازم نعطي لأولادنا أكتر إيجابية ومن هيك بحب الألوان الفاتحة تكون موجودة لأنه بتريح النفسية أكتر يعني بتتطلعي تكون جيد لبيتك مانيك بحاجة بعد لأكتر دراما عم نشوف كمان القلب يلي عم ينزف وكأن هل هو أيضا للبنان لبيرون أهيدا كان فور بالنتين It's a melting heart حبيت فرج في قلب بويتري كمان أنه أمرات الذكريات بتدل جوة وبتخليك تنزف شوي شوي بس حتى كمان بتشوف أنه ألوان كتير رائعة على طول في عندي إسبار على طول في عندي أمل ببكرة أحلى يعني تفاصيل الرسومات ودايما منحس أنه في شي داخل شي ميزون عبيم شوي بيها الأمور هيدا نيكول بدأ أسألك قديم هم الدرس يعني قديم هم سقاف الفنية لحتى شخص يقدر يوصل فكرته من خلال رسم هل هيدا إيش بتصير هيك تلقائية أو في إلى رمزيات أنا على طول بقولوا حتى لأولادي بحصر لهم أنه الموهبة بتجي من عند الله أكيد بس مجبورة تشتغلي على حالك مجبورة العصر كتير سريع مجبورة دليك تواكبي أنا بنتي عمرة 8 سنة كتير بتحب نحضر كل تقريبا وهيدا اللي بحب كمانا بلبنان أنه الأورتست بلبنان ما بيقسوا بدل في معارض ومعارض أنه كتير حلوة وليوم مثلا في زينة نادر بكاف جالوري كمان أنا تأثرت فيها وأخذت ديكور عندها تكنيق بحب أنه بخدر بتشوف لازم أكتر تشوف كل الأورتست تتعمق تدرس مزبوط كمانا تقدر توصل لفكرتك وإلا بدلك محدود لما بتروح وتشوف هالرسومات لغير فنانين أيضا قديم تتحدث وتتحلل هالأصص يعني أنت والولاد أو قديمهم تحليل الفن كمانا مع الأشخاص المحيطين فيك كتير لأنه الولد يعني آخر ما رضي حضر نيلة مارجر وقصية مع بنتي رسمت رسمت بس خلصت رسمت استوحت وتحدثت وسألته بتشوف الولد بعبر بحس نحن بحاجة kind of therapy الولد بحاجة يعبر بلبنان لأنه عنا مشكل كتير الرسم حتى كل أنواع الأورز بتخليون يحطوا يلي جواتهم بتقري أكتر شوفي عندهم شو لزعجهم بتصير تشوفي من خلال رسوماتهم وعم نشوف كمان نحن نتحدث نيكول بعض الصور كمان لأعمالك للأتوليير وناشطة جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعنديك موقع إلكتروني خلينا نتعرف شوي عليه أكدر هلأ مؤخرا قبلت على بلاتفورم بجابان مبلشت أعرض بجابان I'm happy إن شاء الله كمان قدر كون بالميوزيوم بعدنا بسم الله لأيكي شكرا وإكزابيشن كنت في عمدي هلأ سولو إكزابيشن طرينا من وراء الأزمة في لبنان نأجل شوي أعمل ببلغاريا بصوفيا It's about the Balkan mountains لأنه كمان أنا بلغاريا لبنانية وببلغاريا المناخ كتير والطبيعة كتير حلوة دونك أنا كتير عشت هناك عشت هناك فترة استوحيت شوي أكيد أحب تعرفت عكتير artist حتى من فترة عشت ماما بباريس كمان على طول وين ما روح بحب كتير نبش على الأزمة التي ما بحب يكونوا معروفين بحب يكونوا عندهم التي ذات أقول كتير بحب وأكيد بتاخد شوي من روحية مش عم نحكي كستيل رسم ولكن كتفكير كمدعم كتبع الموك للتكنيك الواحد لازم على طول يتعلم بتاخد المود وبدل في أسس معلقة أكيد التكنيك بتختلف عندك يعني مع مراحل يمكن للحياة مع الأحداث مع الأحداث الاجتماعية مثل ما كنا عم نقول كمان حسب المود حسب المود يعني في أمراض الأنجر يمكن يبين أكتر بسباتيولة في أمراض بتكون كتير هاد بتشتغل الأكوغال حسب بس اللي عم نشوفه كمان من خلال هالصور أنه الرسومات بتمشي يعني بالبيوت كتير بأماكن ريئة بمحلات هيك يعني كتير فيها هداو وكنا عم نشوف من شوي كمان التابلوية الثالث اللي معنا بالستوديو أزرق وأبيض أكتر أزرق رمادة أبيض هون ما كتير فيها الألوان مثل الباقيين بحب البحر كتير على البحر وبحس أنه البحر فيه شوية سودوية وبحب تبين أمرات بالرسومات يعني البحر أوقات بيكون كتير هادئ أوقات بيكون كتير غضبان وهول اللي بيبين في عندي كتير بيشتغل ويفس كتير حسب المود قلتليك بيشتغل حسب يعني الاموشنز تبعي كتير بيبين على الكنفز كنا عم نشوف على الشاشة الموقع عنوانك على الموقع الإلكتروني نيكيس أرت نيكيس أركيس أرت نيكيس أركيس أرت يلي بيقدروا من خلال الناس كمان يشوفوا كل الرسومات وفي عندي شوب في عندي شوب وفي عندي شوب بيقدروا كمان يكونوا عم يتواصلوا معك عبر أرقام التلفونات يلي عم نشوفهم شو في فيوتشر بلانز على شو عم بتحضر حاليا وشو التام هكي اللي ببالك هالفترة هلأ كنت عم بركز أنه في عند I would love to do my PhD كنت محتارة بالاركيتكتشور ولا بالبينتي نو بل يا art therapy أو visual arts توقفت كرمال الكورونا بقى عبالي بعد بحبي كتير العلم ورح أشتغل لتلك عم جرب نسق مع بلدية صوفيا بركي عامل معرض عن البالكان مونتنز أكتر هلأ خضار ورويق وفي عندهم الفالي دي غوز يعني كمانا باستال هيدا هلأ المشروع تبعي وعبر السوشيال ميديا أو عبر الويبسايت شو منقدر نلاقي تحديدا يعني كيف مقسم الأعمال في عند البورتفوليو بيقدروا يشوفوا كل شغلة وفي عند الشوب هيدا وأكيد على الإنستا على طول بيقدروا يتابعوا في أمرات بنزل حتى لتكنيك اللي بيشتغلها في حالة حدا يتواصل معي بيقدر بتدخل التكنولوجيا ببعض الأحيان أو بتدخل الإشاة المودرن أو بيكون في إشاة يمكن مركبة مثل ما شفنا هون بالكلام يلي مكتوب على ورق تحت كأنه على ورق يعني هو مش على ورق مصبوط أنا بستعمل كولاج وأعمل تكستور أمرات بستعمل الكلي بحب لشة الكولتوركا من فترة بس بعد ما بيشتغل يعني لازم أكتر أشتغل على كل شيء تكنولوجيا كل شيء تكنولوجيا أكتر مثل الإلسترائيش طيرو العقل ما في الزوم تغيري زناها بس أكيد التغيير حلو بالحياة وحضرتك شخص بيتطور كتير بدنا نقلك أننا نحن كتير فخورين فيك بسيدات هل قد فنانات رقيات مثل حضر تكنيكال ساركيس صابر أهلا وسهلا فيك رح ناخد وقف صغيري ومنتابع